اشتركوا في القناة وانهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المشيات الحوثية اضافة الى المساهمات الامريكية المقدرة على صعيد محاربة تهريب الاسلحة الايرانية والمواد المخدرة من جانبه اكد بلينكين التزام الولايات المتحدة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومواصلة تدخلاتها الانسانية والمائية في اليمن على المستويات كافة نفى مصدر المسؤول في وزارة التربية والتعليم كل ما يتم تداوله ونشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار الملفقة ومزاعم من طباعة الشهادات في اندونيوسيا بقيمة ثلاثة ملايين دولار واكد البيان انه نظرا لنفاذ كمية الشهادات في مخازن الوزارة تقدمت وزارة التربية والتعليم بخطام رسمي لوزارة المالية من اجل طباعة الشهادات بقيمة 177 مليون ريال يمني فقط تخصم منها الضريبة وبعد التحليل والدراسة جاءت الموافقة من وزارة البالية واضف بيان الوزارة انه تمت مخاطبة اكثر من دولة ومن ضمنها مصر ولكن اعتذرت مطابع الشرطة المصرية وجاء عروض من اندونيسيا وتم التفاوض مع المطابع في اندونيسيا والاتفاق من خلال السفارة اليمنية على طباعة مليون شهادة واكدت ان الكمية المطبوعة ستغطي احتياجات الوزارة من الشهادات لاعوام قادمة ونوهت الوزارة الى ان وزير التربية والتعليم طارق العكبري لم يكن في اندونيسيا مع الفريق المختص كبا يشع شهدت مدينة سيئون وقفة احتجاجية امام بوابة محكمة استئناف سيئون للمطالبة باطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون منطقة العسكرية الأولى وناشد المحتجون النائب العام بمحاسبة ومحاكمة المنطقة العسكرية الأولى لما تنتهجه من ممارسات الظلمة من دون مصوغين قانوني علما ان بعض المعتقلين مر عليه خمس سنوات من دون محاكمة او تواصل مع عائلته اعلنت الامم المتحدة ان عملية تفريق خزان ناقلة النفط صافر الى السفينة البديلة نوتكا ستبدأ الاسبوع القادم واجاء ذلك في تغريدة على تويتر لرئيس الدعم القطري ومكتب الازمات في برنامج الامم المتحدة الانمائية جان ثوماسا هيمسترا وتوقع ان تستغلت العملية نحو اسبوعين واضف ان اجراءات فحص خزان النفطي المتهالكة تتواصل بوتيرة عالية وبمجرد الانتهاء منها ستبدأ عملية نقل النفط بواسطة شركة بوسكاليسا الهولندية وعبر السفينة التعبعة لها اندي فور حذر مصدر المسؤول في البنك المركزي اليمني من الحملات المسعورة التي اتقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الاوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاذ الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني واشار المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية الى ان الاعتداءات الارهابية لمنشيات الحوثي على قطاعات النفط واستهداف المرافق وناقلات النفط اثرت سلبا على ايرادات الدولة الا ان البنك المركزي استطاع ان يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة واكد ان البنك المركزي لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوبائفه وتأمين الاحتياج هاتي الموجز الى اللقاء